في البداية كابتن مجدي أبدأ مع حضرتك بمعرفش حالك شفت رسالة سوارش أو ريكاردو سوارش اللي عملها من شوية للنادي الأهلي يعني هو تكلم الحقيقة بشكل جيد جدا جدا عن النادي الأهلي وتكلم وهتهالي يا شباب برضه عشان الكابتن مجدي يقرأ معي اتكلم وقال إنه له الفخر في التواجد داخل النادي الأهلي وخلي بالحضرتك برضه يعني هو تقال عليه أنه هو قال كلام سيء على المعابين الشباب ده اللي أنا سمعته قبل الفترة الأخرانية لكن ده من الحساب الرسمي ليه وده هو يعني إما تكلمنا وعرفنا عرفنا أنه هو اللي قال هذا الكلام ده الكلام الحقيقي اللي هو يعني مقتنع به وقاله هو رجع قاله أنه ليه الفخر الشديد أو سعيد جدا بالتواجد فيه أكبر نادي في أفريقيا وكل هذه الأمور وأنه سعيد برضه بتجربته مع الشباب وأنه عندنا شباب محترف ومحترم وعمل شغل جاية جدا في الملعب ده طبعا عشان يرد على الكلام التقال ما قبل انتهاء عقده يعني هو أنا أعتقد هو أتعامل باحترافية كبيرة جدا ودي على فاكرة مش غريبة على البرتغاليين يعني المدرسة البرتغالية بتوجيد التعامل مع الميديا وتوجيد التعامل مع الإدارات المختلفة اللي هي بتشتغل فيها يعني ما شفناش أو ما سمعناش عن مدرب برتغالي بتحصل منه مشاكل خالص في أي حتة ومن أي نوع غير شوية مورينيو بس شوية بس إنما غير كده البرتغاليين كلهم مشهورين من أهم ممازاتهم إزاي يتعاملوا مع الميديا إزاي يتعامل مع الموقف المختلفة وأكبر دليل على كده كالوس كيروش مثلا إن أخر واحد يتعاملنا معاك مصري استعدوا مشكلة كبيرة عدوا باقية مستحقات مش عارف يخدها ما دي حاجة تانية أنا بكلم الميديا يعني حتى المشكلة بتاعته هو بيعرضها المشكلة اللي مع اتحاد الكورة هو بيعرضها ما بيخسرش فيها اتحاد الكورة يعني طريقة العرض بتاعته بتبقى فيها نوع من أنواع الديبلوماسية شوية فالبرتغاليين ده هو صوارش واحد منهم وأكيد هو اسم صوارش مش كبير يعني هو الناد الأهلي ضف له كتير جدا 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 في تجربة الصغيرة ديت بالرغم من عدم النجاح النسبة هو هياخد الجزء النجح في القصة كلها وهيسوقه كويس بدايته الجزء الكويس اللي ناجح فيه أنه هو هيقول لك أنا أعمل عشر ماتشات كلين شيت مثلا في وقت أن أنا لما روحت كان ناشئين بتاع أن الفترة اللي أنا قبل ما روح فيها كان كل ماتشين يجي 3-4 تجوال في الفرقة انما دلوقتي أنا عملت عشر ماتشات كلين شيت بلعب بالناشئين كلهم ما بلعبش بالتين من الأساس خالص فهو هيعرف يسوق دي كويس والراجل بتاعه هيعرف يسوق دي كويس وفي الآخر إحنا عندنا قناعة أن هو الراجل ما خدش فرصته الصحيحة يعني إحنا كجمهور نادي أهلي أو اللي مشتغلوا في النادي الأهلي عندنا قناعة بإنه آه ما بنش حاجة منه تقول إنه في بم ممكن يحصل إنها في نفس الوقت بتديره العزر الكامل في الفترة اللي قضاها لأنه قضاها تحت ضغوط شديدة جدا وبدون وبعوامل كتيرة جدا ما تقدرش عن طريقها تقايم لما ينتهي تعاقده كابتن بالترادي ما بينه وما بين النادي كان هناك إجماع تقريبا على أنه لازم يمشي أي ما بداني بقول لك يا إسلام عشان ما حصلتش منه إنه إحنا شفنا البوم إنه إحنا يعني كواحد برضو نجم كبير ومدير فني ومسكت عندي كبيرة وكتيرة شايف إيه بص آه كان فيه ضغوط في موعد المباريات أو في توقيتات المباريات آكيد إنما ده مش هيمنعني أو ده مش هيمنع أنه يبيني الاستراتيجية بتاعتي أنا كمدرب كمدير فني بقولي الحاجات اللي أنا عاوز أعملها وهمرانهم عليها إن شاء الله ماشي يعني أنا في الحاجات اللي أنا عايز أعملها إذا كانت جمل أعملها ماشي وممكن آه طبعاً عادي جداً ما هو أصدر خلي بالك إحنا بنعمل احنا تاني يوم تاني يوم إذا ما كانش الفترة ديت أول يوم بتعمل الريكوفري بتاعك يوم الماتش بعد الماتش على طول بتعمل الريكوفري بتاعك ده الأفضل بعد ما بتخلص الماتش على طول بتخش الأوضة تخرج تغير الشوز بتاعك وتجري حافي أو 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 وتجري لك حوالي نصف ساعة في الملعب فهو نصف ساعة ديت مش هعملها في نفس اليوم هيعملها تاني يوم أوكي فالنصف ساعة اللي هو بيعملها دي ممكن هيعملها جاري الخفيف دوت اللي هو بتاع الريكوفري ده إنه يبين للعيبة هو عايز يعمل إيه عايز يتحرك إزاي عايز يعمل إيه في أثناء النصف ساعة ديت ما يستطيعوا يتعودوا أو يشوفوا شكل بالضبط أنا هنا هاعتمد على أني أنا عندي اللعيبة اللي موجودين عندي في النادي الأهلي في اللعيبة عندهم المينتر بتاعهم المينتر بتاعهم مش زي المينتر بتاع اللعيبة الثانية فهنا أنا هاستفيد من ديه في النظري وفي العمل وفي الفيديو أنا ورد جدا إن أنا استعين بمقاطع فيديو لمباريات حتى تكون بتاع تانا مع فرق تانية ووريها للناس بتاعتي علشان نعمل زيها مفيش ما يمنع من هذا خالص إنما إحنا جوه الجيم ما شفناش الحاجات دي كانت اجتهدات شخصية مرة شفنا أن كريم بيجي من بره الجوة كريم فؤاد أكتر يعني دي الحاجة اللي حصلت مرة حاجة عادية شفناها خمسين مرة يعني مفيش حاجة تلفت النظر مفيش حاجة تلفت النظر مفيش حاجة تلفت النظر